السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي مع درس جديد من دروس البلاغة الاستعارة وأنواح أول حاجة عايزة عرفها الاستعارة يعني إيه تعريف الاستعارة تشبيه بليغ خدنا تشبيه بليغ في آخر درس للتشبيه بس دي تشبيه بليغ حذف أحد طرفي يعني طرفي أنا عندي ركنين أساسيين في التشبيه البليغ المشبه والمشبه به في الاستعارة بتم حث المشبه أو المشبه به بس لازم أن يكون موجود قرينة صفة تدل على المشبه المشبه به مثال على ذلك الجندي أسد دخلنا في تشبيه بليغ الجندي مشبه أسد مشبه به مفيش أداد تشبيه مفيش وجه شبه يبقى أداد تشبيه بليغ لو جيب الجندي يكشر عن أنيابه أو الجندي يزأر في المثال الجندي يكشر عن أنيابه شبهت الجندي بالأسد جيبت صفة من صفات الأسد هو أن يكشر عن أنيابه ولكن حذفت المشبه به وهو الأسد نفس الفكرة الجندي يزأر جيبت صفة من صفات الأسد وهي الزئير صوت الأسد فأنا هنا شبهت الجندي بالأسد ولكن المشبه به محزوف وممكن بصورة تانية تحمي أسودنا الحدود هنا شبهت الجنود بالأسود اللي بتحمي الحدود حذفت المشبه اللي هو الجنود وصرحت بالمشبه به وهي الأسود فنلاحظ في المثال الأول حذف المشبه به اللي هو الأسد وفي المثال الثاني حذف المشبه طب هل النوعين في الاستعارة هو نوع واحد هيجي بشكل واحد هنجي نقول الاستعارة أنواع استعارة مكنية واستعارة تصرحية ومع النوع الأول الاستعارة المكنية تعريف الاستعارة المكنية تشبيه بليغ حذف منه المشبه به ودل عليه بشيء من لوازمة أو بصفة من صفات مثال على ذلك بدت السماء تبكي أنا واقف السماء تمتر فبعبر بشكل بلاغي بقول السماء تبكي هل السماء من صفاتها البكاء؟ لا البكاء من صفة من صفات الإنسان فأنا شبهت السماء بإنسان يبكي كلمة إنسان مش موجودة في الكلام مش موجودة في المظهر الجمالي فأنا بقول عليه استعارة لأننا عندي المشبه السماء المشبه به الإنسان هو محذوف بس أتينا بصفة من صفاته وهي البكاء مثال آخر قال الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح والغضب يتكلم أو يسكت الغضب لا يتكلم ولا يسكت ده إحساس فأنا شبهت الغضب بإنسان سكت فأنا شبهت الغضب ده المشبه شبهت بإنسان ده المشبه به ولكن لم ترد كلمة الإنسان في الجملة فبالنسبة لأنه لون استعارة أو بنسمي هذا اللون استعارة مكنية خاصناه إنه استعارة مكنية ليه؟ لأن المشبه به هو اللي تم حسفه فالمثال بنوضحه الغضب هو المشبه المشبه به الإنسان وهو محذوف طب عرفنا زي نوع الإنسان أتى بصفة من صفاتك وهي السكوت ده بالنسبة لإستعارة المكنية النوع الثاني من الإستعارة الإستعارة التصرحية تعريف الإستعارة التصرحية هي تشبيه بليغ حسفة منه المشبه وصرحة بالمشبه به وتفهم من خلال السياق مثال ضربت نصرنا مواقع الأعداء بقوة هنا أنا شبهت الطيارين بالنصور ضربت قام الطيارون بضرب مواقع الأعداء فأنا حبيت أعبر بأسلوب بليغ فشبهتهم بالنصور حذفت الطيارين مش موجودين معايا في السياق وصرحت بالمشبه به عشان كده بسميها تصريحية صرحت بالمشبه به فهنا هيبقى نوع الإستعارة تصريحية المشبه الطيارون هو محذوف وفهم من سياق الكلام وهي ضرب مواقع الأعداء والمشبه به اللي هو المصرح به اللي هو النصور قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هنا تشبيه الدين الله بالحبل تمسك به فحذف دين من الصياق وصرح بالمشبه به الحبل فهنا نقدر نقول عليه استعارة تصريحية لأنه عندي هنا تشبيه ولكن أحد طرفيه حذف وهو المشبه وتم التصريح بالمشبه به وهو حبل الله المشبه دين الله هو محذوف وفهم من سياق الكلام حيث التمسك بدين الله والمشبه به الحبل طيب بعد ما انتهينا من أنواع الاستعارة هل فيه سر جمال الاستعارة؟ اه يوجد سر جمال للاستعارة هو نفس سر الجمال للتشبيه أول حاجة التشخيص التشخيص هو أن أنا بشبه غير العاقل بالعاقل مثال على ذلك قولي أتى الليل الليل لا يستطيع الكذوم ما يمشيش الذهاب والعودة من صفات الإنسان فهنا شبهت الليل بإنسان يأتي فهنا بقول أطلع بقى مظهر كامل كامل هو استعارة مكنية حيث شبهها الليل اللي هو غير عاقل بإنسان اللي هو عاقل فهنا أقول سر جمالها بالتشخيص سر جمال الثاني التشسيم والتشسيم هو تشبيه المعنوي بشيء مدي أقدر ألمسه أقدر أشوفه أقدر أشمه أقدر تزوقه فمن خلال قول الانتصار حل المكسب حل هل الانتصار يتزوق الإنسان أم يشعر به لا يشعر به فهنا شبهت الانتصار بأنه حل فهنا نقول استعارة مكنية حيث شبه الانتصار بطعام حل والمذاق يبقى أنا شبهت الانتصار اللي هو الشعور بشيء مدي فهنا سر جمالها التشسيم النوع الثالث هو التوضيح وتشبيه المعنوي بالمعنوي أو المادي بالمادي من خلال أنا قرأت قصة فالقصة أحداثها مرة أنا شبهت القصة الوشئ مادي بطعام مر المذاق فأنا شبهت مادي بمادي فأقول هنا سر جمالها التوضيح طيب بعد ما انتهينا من سر الجمال هنشوف شكل التدريبات ممكن تجد إزاي كدريبات على الاستعر قال الشاعر عن مدينته وحين يحاصرني الاختراب أعانق في مقلتيك الأمل طيب بيسألني ميز نوع الصورة في قول أعانق الأمل هنا هو عمل إيه هل الأمل يعانق أم يعانق مين يبقى أنا عندي هنا مديني اختيار يقول لي استعارة صرحية تشبيه مجمل تشبيه بليغ استعارة مكنية أنا بشوف قدامي أعانق الأمل شبه الأمل يبقى المشبه موجود اللي هو الأمل بالإنسان محزوف يبقى أنا عندي المشبه به محزوف يبقى على طول الاختيار بتاعه يبقى الاستعارة المكنية مثال آخر يقول المحتوري أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم هنا ميز نوع الصورة في قول الشاعر أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا هل استعارة صرحية تشبيه مجمل تشبيه بليغ استعارة مكنية هنا برضو هل الربيع بيضحق لا أضحك من صفات الإنسان فشبه الربيع اللي هو المشبه بالإنسان الذي يضحق مشبه به وكلمة إنسان محزوف يعني مشبه به محزوف فهين هقول برضو إنه هو استعارة مكنية قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور نوع الصورة في قوله من الظلمات إلى النور هل هنقول استعارة تصرحية تشبيه مجمل تشبيه بليغ استعارة مكنية هنا الظلمات مقصود بيها الكفر والنور مقصود بيه الإيمان فهنا حزف المشبه اللي هو الإيمان وصرح بالمشبه به اللي هو النور فهنا هنقول عليها استعارة تصرحية وبكده كنا ننتهينا من درس البلاغة والاستعارة بأنواح أشكركم على حسن الاستماعي شكرا